بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة لماذا لم يذكر القرآن انقراض الدين الصورة وهو حدث عالم كبير الحقيقة هذا السؤال أحببت أن أجيب عنه وأبين أن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شيء الله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إذن القرآن نزل تبيانا لكل شيء وقال أيضا وكل شيء فصلناه تفصيله ولكن كلمة دينصور كلمة مستحدثة وكثير من أسماء الكائنات كلمات اخترعها البشر القرآن كتاب عالمي أيها الأحبة يتحدث بشكل عام أول شيء هناك إشارة لوجود كائنات موجودة مثل الدينصورات وغيرها قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إذن هذه آية تؤكد أن هذه أمم أمثالنا تفسد تكذب تغش تحب تتكاثر كل خصائص البشر موجودة لديهم إلا أمم ولديها لغة تتخاطب بها أدين صورات كائنات كبيرة وهيمنت على الأرض بفعل حجمها الكبير لملايين السنين ثم انقرضت بشكل مفاجئ لم يبقى إلا بعض المتحجرات التي تدل على وجودها طيب هنا لدي إشارة في سورة البقرة الله عز وجل عندما أراد أن يجعل سيدنا آدم خليفة على الأرض يهيمن ويسيطر على الأرض البشر وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة ماذا قالوا؟ وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا الملائكة ماذا قالوا؟ هم رأوا هذه الكائنات تدمر بعضها وتسفك الدماء بعض الدراسات العلمية تؤكد أن الدين الصورات كانت كائنات عنيفة جدا كانت تدمر البيئة وتدمر الكائنات من حولها وكانت تقتتل مع بعضها وتسفك الدماء وهناك كائنات أخرى كانت تفعل نفس الأمر هذا هنا القرآن كتاب عالمي يشير إلى هذه الحقائق بشكل عام ماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إذن هنا أيها الأحبة إشارة خفية أن هناك كائنات عاشت قبل الإنسان وأفسدت وسفكت الدماء هذا ما تقوله الدراسات العلمية أن هذه الدين الصورات أفسدت بالفعل وسفكت دماء بعضها ودماء غيرها وكان هناك الصراع على الطعام وصراع على الهيمنة مثل البشر اليوم يتصارعون على ثروات الأرض وعلى الهيمنة على هذا الكوكب طيب هنا أيها الأحبة أنا أود أن أتوقف مع هذه الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا عندما سمعوا أن هناك خليفة من البشر سيسيطر ويهيمن ويتحكم بكوكب الأرض تذكروا ما فعلته الدين الصورات وغيرها هناك مليارات الكائنات لا نعلمها منها ما انقرض ومنها ما بقي حتى اليوم وما يعلم جنود ربك إلا هو يزيد في الخلق ما يشاء تذكروا سفك الدماء ماذا قالوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون لذلك الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أن يمنح الإنسان حرية اتخاذ القرار هذه الأمانة التي أو دعاها الله في بني آدم والإنسان حملها إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها من الذي حملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظالم وجاهل ظلم نفسه بحمل هذه الأمانة لأن كثير من الناس لم يكن أهلا لهذه الأمانة ذهب في الاتجاه الخاطئ وجهولا هو يجهل يعني الجبال كانت أوعى من بعض البشر لذلك هنا الله سبحانه وتعالى عندما كرم البشر وحملهم هذه الأمانة وقال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون هو يعلم أن هناك من سيسبحه من سيتغلب على شهواته هو يعلم عز وجل أن هناك من الخلق من سيذكره كثيرا ويخافه ويصبر ويجاهد في سبيل الله وبالتالي على الرغم من الشهوات والمغريات والظروف خاصة في هذا العصر أيها الأحبة نتعرض لضغط هائل يكاد كل شيء يدعوك للإلحاد في الإعلام في التلفزيون في الإنترنت في حتى في الشارع فتخيل اليوم المؤمن فعلا فعلا كما قال النبي له أجر خمسين منكم من الصحابة المؤمن الحقيقي اليوم الذي يمسك بهذا الإيمان ويحافظ عليه ولا يغير ولا يبدل رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل هؤلاء موجودون في كل زمن ومكان إذن أخي الحبيب هنا من الخطأ أن نقول إن القرآن لم يتحدث عن الدينصورات أو انقراضها لأن القرآن كتاب عالمي يتحدث بشكل عام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم شملت الدينصورات وغيرها عندما قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء شملت الدينصورات وغيرها وهناك آيات كثيرة تحدثت عن إهلاك الأمم وكم أهلكنا قبلهم من قرن من البشر وغير البشر لأن الإهلاك هنا لأن البشر أمم أيها الأحبة عفوا الكائنات هذه أمم الدواب أمم الدينصورات أمم مثلنا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون لم نترك شيئا إلا وتحدثنا عنه في هذا الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون إذن أخي الحبيب هنا لو بحثنا عن آيات إهلاك الأمم من قبلنا نجد الكثير من الآيات والتي تشير إلى هلاك سواء كائنات حية أو أمم من قبلنا منها الدينصورات وغيرها إذن أخي الحبيب يجب هنا أن تعتقد أن القرآن فيه تبيان لكل شيء فيه تفصيل لكل شيء إذا أنا أو أنت أو حتى البشر جميعا لم يروا شيئا حول موضوع معين في القرآن لا يعني هذا أن القرآن لم يتحدث عنه يعني حتى بعض سمعت بعض الناس يقول القرآن ليس كتاب فيزياء طب هل أنت من ألفت القرآن يعني أنا أوجه سؤال لمن يعتقد أو يردد وهو طبعا عن غير علم يقول هذا الكلام هل كنت مع الله عندما أنزل القرآن هل أنت من أنزل القرآن طبعا حاشا لله إذن كيف تقول أن القرآن ليس كتاب علم ليس كتاب فيه جيولوجيا أو فيه طب أو فيه كذا أنت ترى وجها من وجوه الإعجاز في القرآن هو الوجه البياني أو البلاغي ولكن هل هذا كل القرآن لا هذا القرآن فيه علم الله أليس الله هو القائل أنزله بعلمه وأشهد الملائكة على ذلك والملائكة يشهدون وشهده قبل ذلك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله الشهيدة يا رجل اليوم إذا أراد أحد العلماء من البشر أن يؤلف كتابا ويقول لك أنا وضعت علمي في هذا الكتاب أنا كتبته بعلمي أنت تتوقع أن يضع فيه كل المعلومات التي وصلت إلى هذا الشخص طيب ما هو حجم العلم عند الله هل أنا هل أنا أقيم كتاب الله هل أنا كبشر أتجرأ وأقول كتاب الله فيه كذا وليس فيه كذا والقرآن ليس كتاب كذا وليس هذه جرأة ولكن عن جهل طبعا وليس عن علم من يقول هذا الكلام حقيقة هو جاهل بكلام الله سبحانه وتعالى جاهل بأسرار القرآن هو يعلمون ظاهرا من القرآن فقط هذا ما درسه وتعلمه ولكن القرآن فيه تبيان لكل شيء لذلك أنا حقيقة لو تحدثنا عن التاريخ تحدثنا عن العلوم تحدثنا عن علم الفضاء عن أي علم كان لابد أن تجد إشارة في القرآن ولكن إشارات القرآن تأتي بصورة مسبوكة بصورة فنية رائعة بحيث أنها تتحدث كما قلت لكم بلغة عالمية ولا تتحدث بأمور قابلة يعني موضوع انقرأة دينا الصورات متى لا أحد يعلم العلماء يقدرون أنه قبل خمسة وستي مليون سنة مثلا طيب لماذا يقدرون أن هناك ميزة ضرب الأرض وأحدث غيمة أو سحابة غطت الأرض ومنعت حرارة الشمس ومنعت لوثت الهواء وكذا وحدثت انقراضات كثيرة يفترضون هذا ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم علما ينفعنا يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر